طيب مطلع على التجربة المصرية خاصة في التحكيم احنا عندنا خابرين تحكمين على التوالي شايف ازاي اداء الخابرين التحكمين في مصر وانعكاسه على اداء الحكم المصري هذكر النقطة بسيطة الاول في سنة 2006 تقريبا كانوا جايبين حكم ايطالي جابريالي تقريبا كان جاي يحكم مطش الاهل والزمالك هنا في مصر فالرئيس بتاعنا المدير بتاعنا كان بيقول لي انتو رئيس الاتحكيم اتحاد الكورة اه اتحاد الكورة لا اتحاد الحكام بيقول لي انت ليه جايبين حكام ليه بتجيبين حكامهم برا قلت له لا عشان ده المطش مطش حساس وفيه حاجات وفيه الناس فيه ضغط جدا كبير جدا على الحكم يعني الكونسبت ده مش بان جود لا يعني لو فيه مثلا اس ميلان بيلعب مع نابل لا يمكن ممنوع انه يجيب حاجة منبرر انت بتفقد الحكم المحلي الصخة في نفسه انت الحكم اصلا قبل ما يروح يحكم مطش اهل وزمالك عارف انه هو غير يعني ما هوش اهل صخة لانه هو يحكم مطش زي ده فانت بنزله الملعب مشكوك فيه ومنزله الملعب بكل الضغوط انه هو بعد المطش حيتهاجم على كل الاوجه وبعد كده مفيش حد بيدافع عنه في مرة كنت بتكلم مع بير لويجي كلنا قال لي انتو عندكو حكم عظيم على كابتن جمال الغندور اه طبعا وطبع اتكلم عنه بطريقة ما اقولكش كان بيقول فيه شعر انا ما نقلتش طبعا الكلام ده الكابتن جمال ولا حاجة بس لعشان ما حصلت الصدفة ان احنا نتقابل بس هو فعلا بتكلمه عن الحكم بتاعتنا اللي بتحكم برا بطريقة جميلة جدا دي الاجيال السابقة بس هل مكلم على المنظومة الحالية المنظومة الحالية بعت ضغط كبير جدا خاصة عدد البرامج الرياضية اللي بتطلع تهاجم الحكام وعدد اللعيبة او المحللين الرياضيين اللي يضع يعني انت ممكن تهاجم الحكم وتقول انت اخطأت في دي واخطأت في دي لكن بدون تكسير او بدون انك انت تهد في شخصيته او ان الحكم ده ما يحكمش المطش الجاي ان الحكم ده ميوله اهلوية ان الحكم ده ميوله زمال كوية ان الحكم ده ميوله للاتحاد أو للإسماعيل أو أي فريق تاني ده طبعاً منفعش يتقال على أي حكم رغم أن الحكام تقدر بكل وضوح في إيطاليا تصرح باتجاهتك أنا كنت بشجع لاتسيو وكنت عادي زي زي أي حد كلنا معروف جداً أنه عنده ميول اليوفينتوس بس ما عمره ما حابى اليوفينتوس مقابل الميلان أو الإنتر أو أودينيتي أو جينوى أو أي فريق تاني القصة أنك أنت لازم تد السقة للحكم جوه الملعب وبرى الملعب للمنظومة التحكمية تد السقة للحكام بتوعها والاتحاد كمان لازم يدي السقة للحكام أنك أنت ممنوع أنك أنت تقدر تهاجم الحكم بهذه الطريقة وممنوع أنك أنت حد يطلع يبرر تفسير الحكم على الساحة الإعلامية لأنه ده كمان بيدي عملية مجال أنك أنت تطول في القصة شوية وده طبعاً بيدر بسمعة الحكم المصري